انا اسمي شريم باكير انا طريقة شريم شرقوي زوجة فانانة نسرين طافش البداية ان هو كان في الاول عادي جدا بعد كده اكتشفت انت اول ما اتزوجت وكانت بداية العلاقة ازاي كانت الى حد ما كويسة في الاول بعد كده ابتدى الاعتداء علي وبصور مختلفة ازاي يعني حيثية المشاكل اللي كان بتحصل في اي بيت ولا فيه مشاكل دي فيها حاجة دي لا لا يعني حتى في يعني واحنا بداية الجواز احنا كنا مسافلين برا مصر فطلقته بعتت حاجة فالمفروض ان هو كان يرد عليها فقولت له رد عليها بكل الشاكة برضو انا بنت ناس يعني فبقول له رد عليها يعني بمسج الشيك او برسالة كويسة يعني بدن هي اتكلمتك فهو عمل كده فهي مردتش فشفت خضب ما شفتوش قبل كده يعني انا ما شفت واحد بيتحول قد داني بطش رهيض كان بيعمل ايه تكسير بقى يعني انا عندي صور للضرب بكزا يعني بكزا مرة يعني مثلا لما كنا نسافرين لأنا اتضربت في القوتيل انا اترامالي هدومي في الطرقة بتاعة القوتيل انا اتاخد مني تليفوني اتاخد مني باسبوري لما لقى ان الشرطة بتسألني هو فيه ايه لما الموضوع وطبعا انهيار ومش هيحصل كده تاني مفيش بعديها بوقت قليل حصلت تاني اعتدق علي في البيت ضرب في بطني في وشي ضرب بالساعة في وشي لغاية معين عيني تقفلت فوق 21 يوم طبعا ما كنتش عارفة استنجب بقى اي حد كان بيتاخد مني تليفون كنت لو ما اهله بيسألوا علي بيقولهم ان انا عند اهلي وده ما كانش صحيح انا كنت موجودة بس انا طبعا بالنسبة ان الوشي كان بويس فما كنتش بيظهرني خالص حتى للناس اللي برا بس الناس كلها عارفة والجيران كلها عارفة ان هو كان بيتعد علي بالضرب وكذا مرة مرت سحد في الشارع من شعري يعني الغيب والهجوم اتقطعت لما كهم الناس اتدخلوا قال لهم دي مراطي طبعا بقلت ادب وبصوت عالي والكلام ده كله فرجعت تاني البيت وما كنتش عارفة استنجب تحت مرة مسلا كنت بعمل اكل فالاكل اي ده انت بتعملي النوع ده الصينية بالاكل هو مأكل في وشي درابي بيه في الورج درابي في الورج هو تشد عليها طبانجا انا ما عارفش دي مرخصة ولا لا انا لقيتها طالع من الدولاب طبانجا لونها دهبي في اسود قال لي هشد عليك إيز طبانجا هنا وحموتك هنا وحاتش حيحس بيك مهانويا مهانويا نح corporate